يشهد رفو حلب حالة من عدم الاستقرار الامني حيث سجل في الاسبوع الاخير ثلاثة عمليات اغتيال طالت قياديا في فيلق الشام وقياديا سابقا في حركة احرار الشام اما عن العملية الاخيرة فقط طالت رئيس جهاز الاستخبارات في بلدة الغندورة من يتحمل مسؤولية هذا الفلتان الامني وما هي انعكاساته على الشارع المحرر المزيد في الاستطلاع التالي بالنسبة لحوادث الاغتيال والاجرام اللي عم تصير في المحرر يعني اكيد ما حدا من اهل المحرر بيرضبها الشيهاد السبب الفلتان الامني وكثرة السلاح المنتشر السلاح الفوضوي ما في ما في ضوابط لا ضبط هالسلاح حال ومن حبي يعني انا بالنسبة لي بحب لا اقول لا القادة انه الثورة مو بس مال ومعابر ودولار الثورة انتو مؤتمنين على المناطق المحررة وتكون في عنكن شدة بموضوع او حزم بالموضوع الامني وما تتهاونوا مع حدا وهذا الشيء احنا كاصحاب محلات بيأثر علينا سلبا يعني اليوم بديجي تاجر من تركيا ومن غير منطق ومن غير دولة بديجي يفتحنا وني في المحرر ما بيقدر السبب ما في امن وامان والله هذا الموضوع يعني خطير جدا بيأثر على الوضع الاقتصادي بيأثر على الوضع الانساني على الوضع الصناعي بما انه انا يعني الصناعي وعنده معمل حصر في مارع اي انا يعني اذا بدي اتنقل مثلا بالليل مثلا بدي روح على المعمل على المدينة الصناعي اي يعني بصير عنده شوية خشي روح وارجع بالليل يعني عمله بيتوقف العمال مثلا بالليل بدي روح وارجعه يغيره نوباتهون بصير خوف كمانا الناس كلها متخوفي من ولا شيء الوضع الاقتصادي سيء بالمجمل فيه خطر فيه تقصير من الجهات الامنية الجهات الامنية لو تتابع هاي الامور ما بننكر فيه ايد خفية عب تشتغل علينا بهذا الموضوع على الناس على كذا بده متابعة بده تصعيد بده الامور تكون احسن من هيك الملفات الامنية عندنا بالمحرر هون ما عبي قصروا بس بده اشتهاد اكتر منشان نحسين ننكر شوف هاي اليد الخفية اللي عب تشتغل ولعب توصلنا لهاي المرحلة كتراني حالات الاغتيال وفلالات الامنية بالمناطق المحررة هذا الشيء كله تم نعرف اننا بنعكس سلبا مباشرة على المواطن بالدرجة الاولى يعني ما رح يأثر على العسكريين ولا على السياسيين ولا عايشة تاني رح ينعكس على الحال الاقتصادية البلد ورح ينعكس على المواطنين بالدرجة الاولى يعني احنا بنناشد كل سلطات المحلية اللي عب تحكم المنطقة هون بيدر الفرات او المناطق التانية يا اخي الحسابات الشخصية عيفوها براء المدن عيفوها بشكل عسكري لا تدخلوها على المدن بالدرجة الاولى عب نظر فيها هو المواطن اقتصاديا ومعايشيا وبالامور التانية هذا الرجاء انا للسلطات بشكل لهم وضع الامن اللي منشوفه صار مزري الحقيقة بالشمال السوري يعني شيء مؤسف بالحقيقة يعني عب يصير فيه اغتيالات عب يصير فيه اعتقالات عب يصير فيه عمليات عبوات ناس فيه يعني الوضع يرسى له بالشمال السوري مع كل اسف الحقيقة ما كان هيك الوضع يعني اليوم بتحمل بالدرجة الاولى المسئولي الفصائر اللي هي مسيطرة على هاي المنطقة بالدرجة التانية الضامن لهاي المنطقة يعني اليوم مثلا الشمال السوري وخاصة منطقة عزاز اليوم الجانب التركي هو المؤسر هو اللي إله الكلمة بهاي المنطقة فهو إله بتحمل جزء كبير جدا بتحمل مسؤولية هاي المنطقة وأمن هاي المنطقة وأمن وأمان الناشطين والإعلاميين وبشكل عام يعني يعني عندما تضرب عبوي ناس في أي سيارة وعبت تفجر هاي العبوي ما في مدنيين ما في أطفال ما في نساء ميرقى بالشارع فالكل بتحمل هاي المسؤولية إن كان فصائل جيش وطني إن كان مؤسسات أمنية إن كان الجانب التركي بتحملوا كل هاي المسؤولية هاي الناس برقبتون اليوم نصب حاله ليكون وصع على هاي المنطقة باللي رأيه بتتحمل نتائج وعواقبة وتحمل حماية هاي الناس هاي كلها برقبتو هاي نقطة ضرب عبسيل هاي برقبتو وشوفنا متل ما حكيت مؤخرا عبسير اعتقالات عبسير تصفيات عبسير عبسير مع كل أسف يعني قال من قول مناطق محررة وين التحرير في الموضوع ما بعرف ترجمة نانسي قنقر